حبايب قلبي ربندان كريم النهاردة حبابي جايين بنات سنقولة طبخ سنقولة جواز هنعمل طبقين بامية مع بعض بيستهلوا بققكم حاجة كده سهلة ووسيطة وحاجتنا بتاع الزمان نرجع بقى للزمان الجميل بتاعنا بأمر الله نحن نعمل ايه طبقين ملوخية وحبة البامية مع بعض يلا بينا نشوف هنعملهم بأمر الله مع بعض ازاي السلام عليكم ورحمة الله ازايكو حبايب اعملين ايه يا رب اكونوا بخيروا بصحة وعافية يا رب ناردة حبايب قلبي هنعمل مع بعض ايه بناتي حبايبي سنقولة ايه جواز سنقولة طبخ حدش بيعرف يعمل بامية اوه في بنات ما بطي عرفش تعمل اساسا من الطبيق هنعمل مع بعض طبق بامية وحبة ملوخية انا سلقت اللحمة علشان خاطر انا عايزة حبت ايه شربة للملوخية خدت منها كم حتة اللحمة اللي انا ايه هستعملهم او هحطهم مع البامية طلعتها تلات تربع سوا عشان باقت سواها هتاخدوا مع الايه مع البامية عندي كسبامية انفرزاها اللي فاضل هنعملوا مع بعض هنحط دلوقتي معلقتين ايه؟ معلقتين سمنة السمنة دي حسب الرغبة كتير قليل بس إلا بقى لو كان في حتة لقية بامية بتطلع تحفة هنستنى كده لما ايه؟ السمنة ايه؟ تقدح معانا نستنى يا واي ده في ايه مستعجلة ليه؟ ايه السمنة وايه قطعت على البتجاز هنمسح كده البتجاز هننزل كده بصلايا مقطعة ايه؟ مكعبات هنقلبها ايه؟ تقلبتين هننزل بعد كده عليها باللحمة اللي معانا لحمة دي ايه؟ مسلوقة تلات تربع سوا هبايب عايزين تعملوها نية حماروا اللحمة الاول او شوحوها الاول في حلقتين سمنة وحطوا بعد كده البصلة وحطوا الطماطم تستوي معاها بعد كده هننزلوا بالبامية لكن انا النهاردة سلقتها علشان خاطر عايزة الشربة او في طريقة تانية بتحط البامية تشوحها مع اللحمة بعد ما بتشوح شوية بتحط البامية لو كانت في ريش انا حطيت دلوقتي فصنتهم مدقوقين وبحط تفصين او تلاتة قبل ما نزلها هنشوح مع بعض خلاص يا حبيبي اش شوحت معانا هننزل بمعلقة بهارات لحمة او سبع بهارات دي بهارات لحمة معلقة فلفل اسود زغيرة مش كبيرة حبت بابركة وحبت كوزبارة نشفة هتقولولي ليه انا بحط في كل طبيخي كوزبارة نشفة حتى الصلصة بتاعت الماكرونة بحس انها بتديها طعم اللي ما عرفش هنقلبها مع بعض التقليبتين بعد كده هننزل بمعلقة صلصة فيهاش حاجة طريقة سهلة وبوسيطة نرجع بقى لأيام زمان هو ده الطبيق بتاعنا بتاع زمان ما فيش ولا افتكاسات ولا حورات ولا حاجات جديدة بصراحة ولو حبت تعمليها طاجن هتعمليها بنفس الطريقة بس مش هتسويها للآخر هتنزليها قبل ما تستوب يجي نص ساعة هتحطيها في طاجن او سنية وتحطيها في فرن البتاجاز وممكن دي برضك تديها وشي تحت الشواية برضك بتديك طعم مختلف كده أنا النهاردة هعملها زي ما انتوا شايفين هنكون محضرين مع بعض الطماطم ضربنا فين في الخلاط شوحها مع بعض كده تشوحتين زي ما انتوا شايفين عشان تاخد برضك من طعم السلسة هننزل عليها بالطماطم الطماطم بأمرك يا ربان ما نزلها هتاخد ايه الغلوة بتاعتها هتغلي معانا اوطي عليها هتلاقيها تسبكت معانا انا ما بستناش على السلسة دي لما تأسر لا انا اي طبيق بأعمله بأعمله بنفس الطريقة بحط الطماطم بتغلي معايا بوطيها عليها مفيش عشر دقايق بلاقي السمنة تلعت فوق الوش بستبكت معايا بزوده لو كنت هزوته شربة لو كنت هزوته حبت مية وبحط الخضار بتاعي احنا معانا النهاردة كيس ايه كيس بامية اي كيس مفرزة بتسقتيه بعد ما الصلسة بتاعتك او الطماطم بتاعتك بتغلي تسقتيه علي طول فيها ما تسيبهوش ما تخليهوش تطلعيه من التلاجة يفكوا بعد كده لا وهو بتلجي بتاعه انا هغطي دلوقتي عليها تسبك معايا هنزل بايه بكيس البامية اي طماطم عايزة تسبكيه الاول بتغلي وبعد كده هو بتروح معطيه عليها نفككوا من ايه من التلج اللي فيه في الطماطم اللي هي مضروبه استخنه او المغلية او اتنزلي الكيس البامية او كيس الخضار من التلاجة او الفليزر على طول وهي الصلسة برده لازم تكون سخنة وبتغلي سيبت اهي هاقفل عليها اتغلي معيها هوبت عليها كده وهزويتها ايه كبشتين شربة يدونا بردك طعم سيبا بقى تسبك انا وطيت عليها سبكت خلاص وتستوت معي نزلتي بفصين الطوم اللي قلتلكو ايه عليه ملحتها هنقلها على العين الزغيرة ووطي عليها عشر دقايق اربع ساعة تاخد بردك غلوة معي وكده تبقى خلصة معي الايه البامية هنعمل بقى بامرك يا ربي حبة الملوخية حبة شربة نص معلقة السكر زغننة خالص حبة كزبرة نشفة وفصين طوم فص طوم ناي وكون اللي ايه الشربة بتغلي هنزل بالملوخية اقلبها كده بالمضرب جامد علشان تيه تفك مني احسن مضرب اكون معايا طاصة فيها معلقة السمنة او معلقتين السمنة حسب الرغبة وفصين طوم اشوحهم مع بعض وهننزل بعد كده بمعلقة كزبرة نشفة معلش بقى الفيديو مش باين فيه التقلية بتاعتنا التليفون مكنش مززبط او وقت يحرق ايهم احنا هناخد الايه اللون اللي انتو سعرفينه دا الدهبة نزلنا على الملوخية بيها وما تخليش الملوخية تغلي معاكي اول ما تحسك كده انها هتقوم براك تروحي طافية عليها بص البامية تحفة دي البامية بتاعتنا بتاعت زمان ايو دا الطبيخ بتاعنا حبيبي حبيب بامية يستهلوا بققكم وقال فيه انا وشفة على اللي هيكلوا زي ما انتو شايفين كده يا حبيبي حبيب ملوخية وحبيب بامية حاجة سهلة وبسيطة فهمش اي حاجة لو عجبكو الفيديو حبيب قلبي يا ريت ما تنسونيش بالاشتراك واللائس اشتركوا في القناة